مع حضراتكم في تفاصيل حلقة النهاردة ويمكن الحقيقة يعني أنا كان لها تحفظ شوية على اختيار معاد السفر للسنغال كنت أتمنى الحقيقة بمجرد انتهاء المباراة طبعا فيه طيارة خاصة وكل حاجة بس كنت أتمنى انه متخبنا يروح بدري شوية فكرة انك انت تتعود وتتكيف على الأجواء وتخش فيه موض المباراة وانت في السنغال كل ما يكون بدري كان من وجهة نظر يكون أفضل لكن في النهاية مستر كارلوس كيروش طبعا قرر النهاردة يكون فيه تدريبات استشفائية طبعا العيبة بزلت مجهود كبير جدا وده كان جزء من تخوفاتنا حجم الإجهاد الكبير جدا اللي عانت منه اللعيبة في الفترة الأخيرة ويعني مرضيش الرجل أو مفضلش ان يكون فيه تمرين كبير عشان يتفادى فكرة الإرهاق والإصابات للاعبين قبل ما يسافروا بكرة ان شاء الله زي ما قلت لكم على طيارة خاصة لدكار وطبعا الجهاز بيشتغل طبعا احنا بيغيب عننا خسارة يعني من سلبيات مطش مبارح ان احنا خسرنا عبد المنعم نتمنى له طبعا يرجع بالسلامة كسرة في الأنف ومن رأيي برضو كان على الجهاز الطبي انه ياخد باله من الموضوع مبكرا يعني غلطة في المباراة زي دي كانت ممكن تكلفنا كتير لانه كان واضح حتى على عبد المنعم انه بعد الإصابة بعد الاستضامة اللي حصل مع ساديو معنيه انه مش في حالته ودي بتهيئ لي كان اللي قرر على الجهاز الطبي مش الجهاز الفني في كرة راح منها ساديو كده كان رد فعل عبد المنعم فيها في منطقة البود واضح انه ما كانشه مظبوط لكن نتمنى له ان شاء الله انه يرجع بالسلامة والوينش انزار تاني فالتنين هيغيب عن مباراة العودة عشان كده يمكن كمان الجهاز الفني قرر انه هو يعني يضيف اسم رامي ربيعة وعلي جبر مدافع بيرامدز ونجمي الاهلي طبعا رامي ربيعة على قائمة الفريق عشان يكونوا موجودين مع معسكر المنتخب ان شاء الله يكون فيه طبعا يعني استعداد خاص جدا او يعني طبعا علي جبر ورامي ربيعة ما نضموش بقالهم فترة طويلة ما لعبوش طبعا مع كيروش اساسا لكن شوفنا انه الراجل متابحهم وعارف امكانياتهم وشايف انه هم ممكن يكونوا مفيدين جدا في مباراة العودة في السنغال وشوفنا عمر جبر يعني عمر جابر امبارح انا بالنسبة لي كان مشاركته مفاجأة كنت متوقع انه عمر كمال عبدالواحد بما انه لعب مع الراجل وقدم مستوى عظيم جدا في بطولة امم افريقيا بعد اصابة اكرم توفيق لكن امبارح الراجل اشرك عمر جابر في المركز ولعب عمر الحقيقة جيم كويس يعني ففي النهاية اعتقد انه مباراة السنغال هيبقى الضغط فيها علينا اعلى بكتير او اكتر بكتير من الضغط اللي حصل علينا امبارح احنا اتضغطنا كتير جدا انبارح ولعبتنا وخصوصا خط الدفاع والشناوي من وراهم كانوا الحقيقة اكتر من رجالة ودسو